نيني أقول لكم قايمة المنتخب النهاردة اللي اختارها كابتن حسام حسن طبعا ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني بعد سيطرة الأهلي والزمالك على بطولات أفريقيا للأندية نتمنى التوفيق بقى لمنتخبنا إن شاء الله مطشين مهمين جدا مع بوركينا فاسو مع غنيا بيساو جولتين لو قدرنا نكسب الست النقاط بتوحهم يعني بنسبة 90% حيكون وصلنا لكاس العالم أو حقربنا من وصول لكاس العالم إن شاء الله القايمة اللي اختارها كابتن حسام حسن والجهاز الفاني المنتخب مصر محمد الشناوي في عراسة المرمة مصطفى شبير محمد عواد المهدي سليمان نفس الأربعة اللي انا اتكلمت فيهم الأسبوع اللي فات وقلتلكه كابتن حسام هياخد الشناوي محمد الشناوي وهياخد عواد وهياخد مصطفى شبير طبعا انه ماشي بشكل كويس جدا مع الأهلي وهياخد المهدي سليمان نفس اللي انا قلتلكه بالضبط الأسبوع اللي فات خاط الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيع ياسر إبراهيم أحمد رمضان بيكم لعب سيراميكا محمد هاني أكرم توفيق محمد حمدي وأحمد فتوح عودة أحمد فتوح مرة أخرى لمنتخب مصر بعد مشاركته مع نادي الزمالك في نص الملعب ماروانة عطية حمدي فتحي أحمد نبيل كوكا أحمد نبيل كوكا بس عالم تستفهم شوية أنه هو يعني ما بيلعبش خلص مع الأهل السطرة فترة كان عنده إصابة ولكن كابتل حسان برضه يعني بياخد أفضل العناصر عشان عنده مطشين مهمين يعني مش فارق بقى وهو كابتل حسان بيحب أحمد نبيل كوكا هو أحمد نبيل كوكا لعب كويس يعني نكمل كده تاني مع بعض القايمة أحمد نبيل كوكا إمام عشور أحمد سيد زيزو ناصر ماهر لعب الزمالك بيعود لقائمة المنتخب يعني بقى له فترة أحمد ناصر ماهر بعيد كان في فيوتشر ما رحش المنتخب ويستحق ناصر ماهر أن ناصر ماهر عامل مستوى كويس قوي مع الزمالك محمد صلاح مصطفى فتحي تريزيجيه في خط الهجوم مصطفى محمد محمد الشامي لعب المصري أحمد أمين أفا لعب أمبي لأول مرة بينضم المنتخب مصر وده خلي بالكم لما حسام حسن المهاجم الأسطوري لمنتخب مصر والمهاجم الكبير يختار أمين أفا يبقى هو عنده نظرة وشايف أن أحمد أمين أفا لعيد كويس جدا ومواجم قوي ومحمد شريف أنا شايف اختيارات منطقية جدا بصراحة بحي الكابتن حسام حسن على اختياراته وهو أخلي بالكو كان يعني أنا مش عايز أقول دي عشن ناصر ماهر ما يزعلش هو كان واخد رمضان صبحي على حساب ناصر ماهر لما رمضان صبحي طبعا تم إيقافه عشان موضوع المنشطات فضم ناصر ماهر لكن ناصر ماهر كان من ضمن القايمة الكبيرة اللي كان مختارها كابتن حسام حسن لكن أنا شايف اختيارات منطقية في كل المراكز في كل المراكز أحمد حجازي كمان مش موجود عنده إصابة كان مع التعاد جدة الفترة اللي فت يعني ما عنديش تعليق أو انتقاد لقايمة المنتخب الأسماء أنا شايفها مميزة جدا وهم دول الأفضل حاليا بصراحة يعني شايف هم دول الأفضل حاليا بالنسبة لمنتخب مصر يعني لو اتكلمنا على حراسة المرمى أربعة ما شاء الله مميزين جدا في خط الظهر عبد المنعم وربيعة بيلعبوا في الأهل بشكل كويس ياسر ربريم رجع ولعب جزء صغير في مطش نهاية أفريقيا وكان ياسر هو الأساسي في المنتخب قبل كده بيكم أحمد رمضان بيكم لعب سربيكة برضو مميز محمد هاني زهير أيمن أكرم توفيق تاني وانتو عارفين يا محمد حمدي كمان موقف في مطش بوركينا فاسو مش هيلعب المطش بتاع بوركينا فاسو فهلا هيلعب فاتوح مروان عطيه وحمدي فتحي محمدي فتحي محترف في قطر وعمل مطشات كويسة جدا مروان طبعا من أحسن لعبة في نص الملعب هو بس أنا كنت بتكلم على أحمد نبيل كوكا على حسن هو بيلعبش الفترة اللي فادت إمام عشور زيزو أحسن اتنين لعبة في مصر نصر ماهر محمد صلاح مصطفى فتحي برضو مصطفى فتحي من أحسن لعبة في مصر حاليا مع نادي بيراميدز تريزيجيه برضو هيل مصطفى محمد محمد شريف أفع عنصر جديد محمد الشامي كان انضم فيه المعسكر الفادت برضو يعني هما شايفهم أفضل العناصر الموجودة في مصر حاليا وبالتالي اختيارات منطقية واختيارات موفقة للكابتل حسن حسن نتمنى لي يا رب التوفيق مع المجموعة دي ويركزوا بقى خلال فترة المعسكر كده عشان مطشين مهمين جدا فيه تصفيات كسل عالم بوركينا فاسو وأيضا مباراة غينيا بساو خارج مصر هتكون في غينيا بساو